السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الرابعة المكثفات أربعة إلى أربعة توصيل المكثفات على التوالي نوصل المكثفات بعضها ببعض تتالياً بطريقة التوصيل على التوالي ونستطيع حساب السعى المكافئة CT لمكثفين موصلين على التوالي من خلال المعادلة 1 على CT تساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 وعند توصيل المكثفات على التوالي فإن السعى المكافئة CT تكون لها أقل من قيمة أصغر سعى للمكثفات التي تم توصيلها ولمعرفة كيف يتم شحن المكثفين الموصلين على التوالي فإن مصدر القوة الدافعة الكهربائية يدفع الشحن السالبة إلى اللوح الأيسر للمكثف الأول فيصبح سالب الشحنة ثم تتنافر الشحن السالبة على اللوح مع الشحن السالبة على اللوح الآخر فتخرج منه ليصبح اللوح موجب الشحنة فتصل الشحن السالبة لللوح الأيسر في المكثف الثاني فيصبح سالب الشحنة ثم تتنافر الشحن السالبة على اللوح الأيمن مع الشحن السالبة على اللوح الأيسر فتخرج منه ويصبح اللوح موجب الشحنة ونلاحظ أن الشحنة الكهربائية لا يمكن استحداثها ولا إفناؤها لأن مجموعة الشحنات الكهربائية متساوين في النظام وهو ثابت استنتاج السعر المكافئة للمكثفات الموصلة على التوالي بما أن التوصيل على التوالي فإن الجهد الكهربائي يتجزأ بين المكثفين فV تساوي V1 زائد V2 ومن قانون السعه فإن V تساوي Q على C فتصبح V1 تساوي Q على C1 وV2 تساوي Q على C2 وبالتالي فإن V الكلية تساوي V1 زائد V2 وبالتعويض عن فرق الجهد فإن V الكلية تساوي Q على C الكلية وبالتالي فإن V1 تساوي Q على C1 زائد وبالتالي فإن V2 تساوي Q على C2 ثم نلغي Q من الطرفين فتصبح المعادلة 1 على CT تساوي Q على C1 زائد 1 على C2 مقارنة بين المكثفات والمقاومات طريقة التوصيل على التوالي سعة المكثفات تساوي 1 على CT يساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 زائد 1 على C3 وفي المقاومات فإن RT تساوي R1 زائد R2 زائد R3 أما في التوصيل على التوالي فإن سعة المكثفات CT تساوي C1 زائد C2 زائد C3 في حين أن المقاومة المكافئة 1 على RT تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 حيث نلاحظ أن الصيغة المقلوبة تنطبق على المكثفات الموصلة على التوالي والمقاومات الموصلة على التوازي وتشير السعة إلى مدى جودة المكثف في تخزين الشحنة الكهربائية لفرق جهد كهربائي معين وتشير المقاومة إلى قدرتها في ممانعة مرور التيار من خلالها لفرق جهد كهربائي معين